التكاليف المختلطة وازاي بالطرق العلمية طبقا لمحاسبة التكاليف ان احنا نقدر نفصل ما بين التكاليف السبتة والتكاليف المتغيرة اللي جوه التكاليف المختلطة في محاسبة التكاليف قالك ان فيه تلت طرق رياضية نقدر نفصل من خلالهم بين التكاليف السبتة والتكاليف المتغيرة داخل التكاليف المختلطة أول طريقة طريقة الحد الأعلى والحد الأدنى لمستوى النشاط الطريقة الثانية طريقة التحليل البياني الطريقة الثالثة طريقة المربعات الصغرى طيب تعال مع بعض ببساطة جديدة جدا نشرح الطرق دي ونشوف فكرتها إيه بس ممكن حد يسأل سؤال مهم إحنا ليه بنعمل كده؟ ليه بنفصل التكاليف السابت عن التكاليف المتغيرة في حالة وجود تكاليف مختلطة؟ خلي بالك أن في محاسبة التكاليف ممنوع منع بثن ظهور أي تكاليف في قوائم التكاليف غير التكاليف السابتة والتكاليف المتغيرة يعني قوائم التكاليف لا تعترف إلا بالتكاليف السابتة والتكاليف المتغيرة ما فيش حاجة اسمها أشباه تكاليف سابتة أو أشباه تكاليف متغيرة أو تكاليف مختلطة علشان كده لازم نفصلهم عن بعض في عنصر أو في عناصر التكاليف المختلطة طيب تعالوا مع بعض نروح لأول طريقة طريقة الحد الأعلى والحد الأدنى لمستوى النشاط الطريقة دي وباين من اسمها بتاخد في عين الاعتبار بس أقل حد وأعلى حد لمستوى النشاط يعني إيه؟ تعالوا مع بعض نشوف المثال ده مثال عملي ونشرح عليه الفكرة عندنا زي ما احنا شايفين في المثال اللي قدامنا ده عندنا في شهر يناير كان عدد ساعات تشغيل الآلات 100 ساعة كانت التكلفة 10.000 جنيه في شهر فبراير كان عدد ساعات تشغيل الآلة 200 ساعة كانت التكلفة 18.000 جنيه في مارس كان عدد الساعات 400 ساعة كانت التكلفة عندنا 28.000 جنيه في شهر إبريل كانت 600 ساعة والتكلفة عندنا 37.000 جنيه زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا ده طبيعي جدا ان الآلات هتشتغل عدد ساعات معين كل شهر لكن المشكلة هنا ان فيه تغير ملحوظ في حجم النشاط طبعا حجم النشاط هنا بيساوي عدد ساعات التشغيل لان طالما عدد ساعات تشغيل الات زادت يبقى حجم النشاط زاد بالتبعية التكلفة كمان هتزيد احنا عندنا تكاليف الصيانة لكل شهر دي فيها جزء سابت وجزء متغير طيب احنا عايزين نفصل ما بين الاتنين بطريقة الحد الأدنى والحد الأعلى في الطريقة دي بنجيب حاجة اسمها معدل التغيير يعني ايه معدل التغيير يعني ايه التغيير اللي حصل على الوحدة لما كانت في أقل قيمة لها ولما بقت في أعلى قيمة لها وفي الحالة دي معدل التغيير ده بيكون نصيب الوحدة من التكاليف المتغيرة طيب تعال نشوف هنعمل ايه في المثال اللي عندنا ده بطريقة عملية زي ما اتفقنا قولنا بنجيب أول حاجة معدل التغيير معدل التغيير بالنسبة لنا هو نصيب الوحدة من التكاليف المتغيرة طيب بنحسيبه ازاي او بنجيبه ازاي بمعدلة بسيطة جدا بنقول ان معدل التغيير بيساوي تكاليف المستوى الاعلى ناقص تكاليف المستوى الادنى على مخرجات المستوى الاعلى ناقص مخرجات المستوى الادنى يبقى تكلفة المستوى الاعلى ناقص تكلفة المستوى الادنى على عدد ساعات في المستوى الأعلى ناقص عدد الساعات في المستوى الأدنى في المثال اللي عندنا ده تكاليف المستوى الأعلى 37 ألف ناقص تكاليف المستوى الأدنى 10 ألف على مخرجات المستوى الأعلى 600 ناقص مخرجات المستوى الأدنى 100 يبقى بيساوي 27 ألف على 500 يبقى بيساوي 54 جنيه لكل ساعة طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان نصيب كل ساعة من التكاليف المتغيرة 54 جنيه. يبقى احنا لو اخدنا مستوى النشاط الاعلى هنقول ان التكاليف المتغيرة فيه بتساوي 600 ساعة ف54 جنيه يعني 32400 جنيه. بالتالي نقدر نحسب التكاليف السبتة بشكل بسيط. هنقول ان اجمال التكاليف عند المستوى الاعلى كانت 37000 جنيه. ناقصashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashash نحسبها على مستوى النشاط الاقل. هنقول ان التكاليف المتغيرة بتساوي عدد الساعة كام ميت ساعة في احنا جبنا نصيب الوحدة من التكاليف المتغيرة اربعة وخمسين جنيه. يبقى التكاليف المتغيرة بتساوي خمس تلاف وربعمائة جنيه. وبالتالي التكاليف السابتة هتكون اجمال التكاليف في الحد الادنى اللي هي كانت عشر تلاف ناقص خمس تلاف وربعمائة يبقى عندنا اربعة تلاف وستمائة تكاليف سابتة. خلي بالك ان التكاليف السابتة في الحالتين سواء المستوى الاعلى او المستوى الادنى لازم طبعا طبقا لاسمها تكون واحدة او تكون سابتة طيب يبقى احنا عندنا نقدر نقول ان الطريقة الحد الاعلى والحد الادنى لفصل التكاليف من المزايا اللي فيها انها بسيطة وسهلة بس فيها عيب قوي انها بتعتمد على مستوين اتنين بس ومش بتاخد في الاعتبار المستويات اللي في النص يعني احنا في المثال اللي احنا شرحنا ده خدنا اقل قيمة واعلى قيمة وما خدناش في الاعتبار اي حاجة في النص فده يعتبر عيب قاتل او عيب قوي جدا في الطريقة دي طيب تعال نروح مع بعض للطريقة التانية اللي من خلالها بنقدر نفصل ما بين عناصر التكليف السبتة والمتغيرة هي طريقة بسيطة سهلة جدا لكن مش عملية على كل الانشطة او في كل الشركات هي طريقة التحليل البياني والطريقة دي بتعتمد على حاجة اسمها خط الاتجاه او خط الانحضار لو اخدنا نفس البيانات اللي في المثال اللي فات واستخدمنا فيها طريقة التحليل البياني حنلاقي الشكل اللي قدامنا ده زي ما انت شايف في الشكل اللي قدامك ده الخط اللي قدامنا ده هو خط الانحضار او خط الاتجاه وبيتقاطع مع الخط الرأسي قالك هنا ان مع كل نقطة بيحصل فيها تقاطع لخط الانحضار مع المحور الرأسي دي بالنسبة لنا بتكون هي عناصر التكليف السبتة بس الطريقة دي بتكون تقديرية ومشاكلها ممكن تكون كبيرة نسبيا وفي بعض المنظمات المالية منع تستخدامها لعدم توفر الحد الادنى من الدقة